مخاطب إخواني وأخواتي الذين يسمعوننا في هذه اللحظة أقول لهم يا إخواني يعني نحن بدأ مشوارنا مع كتاب الله عز وجل لما كنت في الثاني عشر من عمري نعشر سنة وأنا الآن في الثامنة والخمسين وأنا ولله الحمد لست بنادم بالعكس كلما تذكرت أن الله أكرمني بالصرتي بالقرآن العظيم مبكرا أحمده وأشكره ويعجز لساني أحيانا لا أجد عبارة تعبر عما أريد أن أقول للمولى عز وجل فأجد السكوت وأجد الدموع بدل الكلام والمولى عز وجل يفهم جل جلاله علينا جميعا إذ نادى ربه نداء خفية قال عن سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفية فالمولى عز وجل عالم مطلع علينا جميعا والله ما صاحب القرآن إنسان بصدق إلا ورأ الخير في الدنيا قبل الآخرة والله أن يصاحبه على أنه كلام الله أن يحترمه احترام منزله سبحانه وتعالى أن يجله إجلالا عظيما فينعكس هذا الإجلال بأن الله عز وجل يجعلك الناس تجلك والناس تحترمك لأنك أنت احترمت كتاب الله عز وجل و احترمت كلامه احترمته بالتلاوة الصحيح و احترمته باحترام المصحف الشريف لم تضع المصحف في مكان لا يليق لم تمد رجليك إلى مكان والمصحف أمامك و كأنه جريدة أو مجلة أو كتاب حتى الجريدة و المجلة أليس فيها أسماء الله الحسنى أليس فيها آيات من كتاب الله أليس فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن على أنه كلام خالق الأكوان صاحبوه محبة صاحبوه احتراما صاحبوه تلاوة صاحبوه تأملا المولى عز وجل كم و كم عرض علينا من مشاهد القيامة فيه جزء عمه وتبارك هذا ليس عبث هذا ليس فيلم خيالي هذا شيء سيقع والله سيقع كل ما نسمع القارعة تتصورون شيء لما يقرع كيف لو سمع أحدنا انفجارا قويا أو جرسا من الأجراس الكبيرة يقرع أو صوت شديد القارعة فلما يقول خالق الأكوان القارعة ليست كقارعة سمعناها في الدنيا الشاهد أن مشاهد القيامة التي نقرأها يجب أن نقرأها على أنها حقائق و إذا القبور بعثرت نعم ستبعثر القبور هذا قطعا و جزما و إذا السماء و إذا السماء ذات البروج و اليوم الموعود موعود قطعا موعود يعني له وقت مؤقت أقتت يعني لها وقت معين و محدد لأي يوم أجلت ليوم الفصل هناك يوم سيأتي و الله سيأتي اسمه يوم الفصل سنكون فيه جميعا و سيفصل الله بين الخلائق أجمعين هناك يوم اسمه و أنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة معناها كل من أظله هذا اليوم الذي سيأتي قطعا و جزما يوم القيامة في موقف من مواقف و مشاهد القيامة لحظة و يوم اسمه سماه القرآن يوم الحسرة كلنا سنتحسر كلنا بأجمعين أما الكافر فسيتحسر أنه لم يكن مؤمنا وأما المنافق فسيتحسر على نفاقه وأما المسلم العاصي فسيتحسر على معصيته و إصراره عليها وسعيه في الفساد في الأرض وأما المسلم المطيع مسلم و مطيع شو بدك أحسن من هيك مع ذلك سيتحسر و يقول يا ليتني ازددت ليس دائما هذا موقف يوم الحسرة أنذرهم و ربي قال للنبي أنذرهم يعني حتى ما أحد يقول بكرة والله ما كان عندي علم ما أدريت لا أدريت ربنا قال أنذرهم يعني يا محمد أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر يعني شو ما قضي الأمر ما عثي مجال أن نصحح لذلك ربنا يقول لنا يوم القيامة أولم نعمركم أولم نعمركم نعمركم يعني نجعل لكم أعمار طويلة ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير ماذا سنقول ما عندنا جواب فلذلك يا أخواني هذه نصيحتي أقبلوا أقبلوا على الأمر الذي لا تختلف عليه الأمة كلام الله و كلام رسوله عليكم بهذين الذين نصحنا رسول الله أن نتمسك به ما بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن هذه للنفية لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فصاحب القرآن يا أخواني و صاحب أحديث رسول الله قرأوها بعناية اقرأوا العيات بعناية لا يكن همكم كما قال آخر السورة إذا كان هذا همك ذهنك انصرف عن المعاني التي أودعها الله عز وجل القرآن يكون أنيسا للعبد في القبر و يكون مؤنسا له في وحشته و لكم أن تتصوروا وحشة الإنسان في قبره خاصة في اللحظات الأولى و خاصة في الأيام الأولى فيأتيه على أحلى هيئة و يكلم على هيئة إنسان حسن الصورة حسن الرائحة لطيف الكلام فيقول له المؤمن المرعوب في القبر يقول له بأبي أنت وأمي من أنت فيقول أنا القرآن الذي كنت تسهر في ليلك و تضمئ في نهارك و يؤنسه و يقول له سأذهب و أعود لن أطيل و يذهب فيأتيه بفراج من الجنة و يأتيه بغطاء من الجنة و يقول له هل استوحشت بعدي يعني لما غبت عنك شوي و رجال هل استوحشت؟ انظروا انظروا إلى هذا الدلال فلذلك تعالوا جميعا لسه عندنا وقت معنا ما زلنا أحياء ما زلنا في نستطيع أن نعدل من كان مننا في الماضي غلطان فالاستغفر الله و أنا أول واحد أستغفر الله و أتوب إلي و أسأل الله أن يغفرنا ذنوبنا و يسترنا في الدنيا و الآخرة لكن تعالوا نصحح مسيرتنا مع كتاب الله عز وجل و صحبتنا له و عسى أن يكون إن شاء الله معنا في كل المراحل في القبر و ما بعد القبر و عند الميزان ثلاثون آية تدافع عن صاحبها يوم القيامة كذلك تأتي البقرة و العمران كأنهما غمامتان أو غيايتان العرب تقول غياية و تقول غمامة أيضا يحاجان عن صاحبهما فكيف القرآن الكريم كله اللهم لك الحمد و الشكر نعم ما بعدها نعم فلنستغل فرصة الحياة الحياة نعمة يعطيها الله عز وجل للإنسان مرة واحدة فلنحرص عليها و أسأل الله أن يتقبل منا و منكم و أن يسبتنا و إياكم و أن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله اللهم أحينا عليها و أميتنا عليها و أبعثنا عليها يوم القيامة إلى جناتك الجنات الخلود من غير سابقة عذاب و لا حساب و لا سؤال بل من محض جودك و فضلك يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ و صلى الله على سيدنا محمد